تقول يعني أمي وأبي مطلقان تقول الوالد في بيته قطة أتى بها من الشارع ثم قرر يتركها وأم تريد أخذها تعني تقول هل يجوز ترك القطة في الشارع مع بقية القطة أحلام بارك الله فيك بالنسبة لي القطة الأصل فيها أنها تعيش في الشوارع وفي البيوت وهذا هو الأصل هذا هو الأصل ويجوز اقتناء القطة فالنبي عليه الصلاة والسلام قال عن الهرة إنها من الطوافين عليكم والطوافات ولذلك يجوز للإنسان أن يقتني القطة حتى قال العلماء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام حينما نهى عن بيع السنور اللي هي القطة قال لأن الناس يحتاجون إليها فإذا أخذها الناس ويحتكروها وأصبحوا لا يعطونها إلا ببيع قالوا هذه ضرب الناس لأن القطة هذه يعني فيها فوائد كثيرة ولذلك تقضي على الفئران تقضي على الحشرات تقضي على الأشياء الضارة هذه من سنن الله الكونية اللي سنة التدافع ولذلك يجوز أن تقتنى ويجوز للشخص أن يتركها في الشارع لأن الله تعالى أعطى القطة قدرة على التنقل بين البيوت إنها من الطوافين عليكم والطوافات تقفز على الجدران على الأسطح مثلا تذهب هنا وهنا والناس لا يعني يتأذون منها في الغالب ويرحمونها في الغالب ولذلك لو كانت الوالدة تقول والله أنا ما أريد أن أدخلها أيضا حسن ما ذكرت من الحوار الذي بينها وبين زوجها السابق ما في شيء الأمر واسع في هذا ولله الحمد والمن ترجمة نانسي قنقر